اشتركوا في القناة طبعا سكنفو كنترولر عبارة عن كنترولر عادي ما في فرق عن كنترولر الاصلي بس شيئين او شي واحد يعتبر فيه زرين خلف اليدة تقدر تضغطهم وهذا الزرين عبارة عن دائرة او اكس طبعا راح يشوفون ان كنترولر احين قدامكم على الشاشة قيمة هذه الكنترولر تتراوح من 150 الى 200 دولار طبعا على حسب انت الشيء التي تريد في الكنترولر تقدر كنترولر تعذر فيه زي ما تريد طبعا مميزتها انك يمكنك تسوي جمب وكراوتش او سلايد دائرة او اكس بدون ما ت تحشير يدك عن الام. طبعا هذا الشيء يعطيك عالم ثاني فالتصويب في اي لعبة تفرست برس انشوتر ليست قول او ديوتي حتى الديستاني اي لعبة تفرست برس انشوتر تعطيك عالم ثاني من جد شيء خرافي فانستخدم скف كنترولر اكثر من ثلاث ثانوات حالياها. ما اقدر استغني عنها في وآبدا أبلن ما استغني عنانا لان من جد تعطيك شيء ثاني في العلب. طبعا انا ما اسأحدكم المدعايا ان اعطيكم هذا الشيء اساعدكم في التحسين دعبكم وشيء من جد جب يعني اذا انت تلعب فرسبوشنشوتر 24 ساعة تحتاج شي اسم سكف من جد طبعا راح تشوف رابط لحق الموقوح وفا الدستوبشن تحت تقدر تدور اكواد كثيرة في الانترنت يعطيك مثلا خاصم 5 او 3 بالمئة شي كذا راح حاول تدور لكم اكثر من كود وحط لكم يا فا الدستوبشن تحت فحق هذا الشي يساعدكم وخفض عليكم اذا انت حاب تطلب هذا اليد فخلينتقل معكم الموضوع الثاني ونتكلم عنه وشي الثاني اول موضوع الثاني اللي حاب اكلمكم عنه اليوم هو كنترول الفريك طبعا كنترول الفريك عبارة عن قطعة تركبها على اليد وطولك المسافة وتيمديك تعطيك تحكم افضل وايم افضل في الاي لعبة فرست بوسن شوتر انا استخدم كنترول الفريك من مدة تقريب سنة ونصف الى سنتين اذا اشير كنترول الفريك الصراحة اكون زي النوب مو نوب اكثر من نوب فمن جد كنترول الفريك تعطيك عالم ثاني من جد في التحكم يعني كنترول الفريك وسكوف كنترولر هذا شيء بالنسبة لي اساسي في اي لعبة فرست برسن شوتر ديستوني وكالوف ديوتي شيء اساسي فطبعا كنترول الفريك منها انواع منها الصغير في منها الوسط وفي منها الكبير شوف اللي يحب قلبك ولا ترتاح لو تحس انه راح يساعدك بشكل كبير طبعا انا استخدم نوع واحد معين اسمه كلوس كورد كومبات او سي كيو سي اصغر نوع انا استخدمه بالنسبة لي احس اذا اضغط مربعه ارجع للايم وكانت فيه شيء كبير قذامي اضرب صبعي فيه اخترب بالايم بشكل كبير فهذا الشيء لا ما احبيته بس احب ان يكون الايم الحقي ارفع بشكل بسيط ويعطيني تحكم افضل واذا حاب تشتري كنترول الفريك راح تشوف فيه رابط في الديستوبشن تحت هذا الرابط خاص باخوي سياد شرسي يعني هذا الرابط راح يجي منه جزء دعمي لاخوي سياد شرسي في نفس وقت راح يعطيك خصم يكون اثنين في واحد فا اتمنى شباب اذا انتون حابين تشترون هذا الشيء تحس تضغطون على الرابط واذا تشترون منه فرا هذا الشيء راح يساعدوا خونا سياد شرسي وتستفيدون انتون في نفس وقت خصم والموضوع الاخير اللي حاب اكلمكم فيه هو عبارة عن افضل سنسيفيتي في كل فيديوتي طبعا هذا السؤال انسأل فيه كثير وانسأل السؤال الثاني بعد كيف اطور الآن فليسألني هذا السؤال دائما اسأله شنو السنسيفيتي اللي حقق او الحساسي في كل فيديوتي اللي يقولي 15 20 16 17 هاد الارقام الكبيرة فشي الاساسي او شي الاول اللي اقوله حبيبي نزل السنسيفيتي خليها بين الاربعة او لو بين الثلاثة وبين الستة كل ما تنسل السنسيفيتي كان شي افضل واريح في التصويب طبعا انا لعب على السنسيفيتي خمسة في بلاك اوبس 3 واتوقع اذا كانت السنسيفيتي بين الواحد والعشف ايام بلاك اوبس اول اخليها ثلاثة اذا ما تخفضني او اربعة اهم شي تكون كلمة ميديم ما تشوفها وتكون اقل من الميديم هذا اللي اسوي عادة واغلب المحترفين كولوف ديوتي اللي لعبون بطولات مثل اوبتوك جيمينج انفياس فايز هذا الفرق الكبير اغلب اللاعبين مو اغلبهم الكلهم مئة بالمئة ان اضمن لكم السنسيفيتي اللي حققهم بين الثلاثة الى الستة ما اتوقع في احد يلعب اكثر من الستة ما اذكر احد فيه يلعب فالمهم حاول تخلي السلسفة اللي حققك بين الثلاثة وبين الستة اللعب كستوم جيم وحاول تقتل من مئتين الى ثلاثمائة واحد شرحت هذا الشي في الفيديو اللي راح جربها وصدقني راح يتحسن ايمك وتشوف ايمك مرة شي خرافي فرق فرق عن اول بشكل كبير وكذا شباب تقريبا نهاية الفيديو اتمنى عجبكم مستفدتم منه هذا الفيديو كان عبارة عن السلسلة الثانية في تصويب او تحسين الام حققك في كولوف ديوتي واذا ما شفت الفيديو الاول طبعا راح تشوف الفيديو في الرابط في الديسوبشن تحت او قدامك على الشاشة الحين وفيديو الجاي طبعا راح يكون من اختيار كومنتون في عنديكم ثلاث خيارات الخيار الاول ان اشرح لكم انواع علاقات الموجودة من ناحية الاتصال من ناحية الكنترولر من ناحية التلفزيون او تابعون اشرح لكم الريسبوندات فاي ما بتابعونه او كذا ما بشرح لكم فيديو واحد او ان اشرح لكم عن اسلوب اللعب بالاسلحة يعني أخذ سلاح معين أشرح لكم مثلا الصوت أشرح لكم كيف الأسلوب اللعب فيه أشرح لكم أسلوب اللعب السب ماشين غنز والشات غنز والسنايبر فإذا أنت حب هذه الأشياء وواحد منها عدنا رأيك في الكومين تحت ونشوفها أكثر ناس تبيه ونتكلم عنه في الفيديو الجاي فكذا وصلنا لنهاية الفيديو شباب لا تنسوا اللايك فيه في سبسكاب ولا تنسوا النشر يمكن أحد يستفيد من هذا الفيديو ونشوفكم على خيار فيديو الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة